أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن الشراكة المصرية الفرنسية كان لها دائما دور كبير في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي طلقه وزير الخارجية من وزير خارجية فرنسا بحكومة تسيير الأعمال ستيفان سي جوغني حيث بحث مستجدات الحرب في قطاع غزة وأكد عبد العاطي أن الاعتراف الدولي والأوروبي بدولة الفلسطينية سيكون بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي والداخل الإسرائيلي بأهمية إدراك محددات السلام والمضي قدما في رؤية حل الدولتين منوها إلى خطورة القرارات الإسرائيلية التي تعرقل مساعد توصل لحل الدولتين وأخرها اعتبار وكالة الأونر ومنظمة إرهابية